نروح لنادينا النادي الأهلي. النهاردة كان فيه اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي بقية طبعا الكابتن محمود الخطيب. وكان فيه بعض القرارات. نسمع ما حدث في مجلس إدارة النادي الأهلي من خلال المتحدث الرسمي لنادينا الأستاذ شريف. فؤاد مساء الخير يا أستاذ شريف. مساء الخيرات هاني. مساء الخيرات سهام. تحياتي لكما ولمشاهدي والجمهور النادي الأهلي العظيم عبر شاشة قناة الأهلي. برحب بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. زملنا طبعا الإعلامي. دكتور شريف. أهم القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة النهاردة. الحقيقة أن مجلس إدارة النادي الأهلي انعقد فيه اجتماع مهم مساء اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020. هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول في أعقاب إنعقاد الجميع العمومية في 23 و24 نوفمبر الماضي. وبعد وصول خطاب اللجنة الأولمبية المصرية بتفويض مجلس الإدارة في أعمال الجمعية العمومية التي لم تكتمل. في بداية الجلسة الحقيقة كان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي حريص على توجيه كلمة لعائلة النادي الأهلي. وجه فيها الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة ولجمهور النادي الأهلي العظيم. وللسادة أعضاء الجمعية العمومية في النادي على ما تم من إنجازات كبرى خلال الشهور القليلة الماضية. وكذا فوز النادي الأهلي بالثلاثية دوري عام دوري أبطال إفريقيا وأيضا كأس مصر للمرة الثالثة في تاريخ النادي الأهلي. كمان التهنية كانت موجهة للجهاز الفني للفريق الأولي كرة القدم. وجميع اللاعبين والجهاز الإداري بالطبع. وجميع العاملين داخل النادي الأهلي داخل أصواره. والمنتمين إلى منظومة هذه العائلة الكبيرة. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي أشار في كلمته إلى أن ما تحقق أصبح جزء من تاريخ النادي الأهلي تم إضافته لهذه المسيرة التاريخية التي يشار إليها بالبنان. وإن الفترة المقبلة وده عهد النادي الأهلي بقى هي بداية تاريخ ومستقبل جديد يحتاج إلى الجهد والإخلاص من الجميع في العمل. مشددا على أهمية وحدة الصف والعمل على قلب رجل واحد من الجميع داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. وإعلاء قيم ومبادئ النادي الأهلي والتمسك بالمصلحة الحقيقة العليا للنادي الأهلي كعهد النادي الأهلي وجميع المنتمين له على مر العصور. كانت كلمة مهمة من القلب ألقاها الكابت محمود الخطيب ويعي كل كلمة فيها بعد فترة الحقيقة من العمل المضني خلال الشهور والسنوات الماضية. نحن نتكلم عن ثلاث سنوات تقريبا من عمر هذا المجلس. استطاع تحقيق العديد من الإنجازات التي تتحدث عن نفسها الحقيقة. لسنا بحاجة إلى أن نتحدث عنها. هذه الإنجازات موجودة على كل المستويات سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو ثقافية أو غير. ثانيا مجلس الإدارة اعتمد الحقيقة أعمال الجمعية العمومية. اللي فوضت المجلس في اختصاصه. وكانت منعقدة زي منوهت في البداية. اجتماع أول يوم الثلاثة وعشرين نوفمبر ثم اجتماع تاني يوم الثلاثة وعشرين نوفمبر. وده بناء أيضا على خطاب اللجنة الأولمبية المصرية اللي ورد زي منوهنا في واحد ديسمبر عشرين عشرين. رقم ثلاثة المجلس وافق على سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. على متنة طائرة خاصة إلى النيجر. وعلى أن يرأس البيعثة عضو المجلس السيد الأستاذ محمد الضماطي لبدء مشوار أفريقي جديد. إن شاء الله يتوج بالفوز بالبطولة العشرة في الصيف المقبل. فكرة الطائرة الخاصة رغم وجود الحقيقة خطوط طيران. كان حرصا من مجلس إدارة النادي الأهلي على سلامة بعثة الفريق اللاعبين والجهاز الفني والإداري في ظل ظروف جائحة كورونا. أربعة تم اعتماد كل قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم. من اللي بيرأسها الكابتن محسن صالح. وبيحضرها طبعا كابتن محمود الخطيب بصفة المرشف على كرة القدم كرئيس للنادي. ومفوض من المجلس بملف كرة القدم. المجلس الحقيقة تابع الحالة الصحية للكابتن سامير عدلي. أيضا المدير الإداري للنادي الأهلي. اللي كان بيمر بوعكة صحية مؤخرا وتمنى له الشفاء. أو ننتهي الفرصة كمان وبنطمم جمهور النادي الأهلي أن الكابتن سامير في وضع أفضل وحالته طيبة. وإن شاء الله نرى قريبا مع الفريق الأول لكرة القدم. كمان المجلس كلف السيد الأستاذ خالد الدرندالي أمين الصندوق. وبمساعدة عضويا المجلس السادة الأستاذ إبراهيم الكفراوي والأستاذ طارق أنديل. بدراسة والوقوف على فكرة التدفقات النقدية والمالية. واحتياجات المجلس خلال الفترة المقبلة. لتوفير كل احتياجات النادي على جميع الأصائضة. ستة تم التصديق على محضر الجلسة السابقة. اللي كانت منعقدة في تسعة داشر عشرين عشرين. ولكنه كان برقم تمنتاشر. كمان تم التصديق واعتماد توصيات المكتب التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ سبعة ديسمبر عشرين عشرين. تم أيضا موفق على سفر أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة. وبالتنسيق مع شركة أمبرو المسؤولة عن ملابس النادي الأهلي. لاختيار الأطقم الرياضية والزي الخاص بالمشاركة في كاس العالم للأندية في مطلع العام القادم بإذن الله. كمان الحقيقة المجلس سن سنة مهمة لو حضراتكم تتذكروا من خامة شهور أو ست شهور. كان في دراسة اشتغل عليها لفترة طويلة منفردا الكابتن محمود الخطيب. عرض هذه الدراسة على المجلس تتعلق بإنشاء مجموعة من الشركات المساهمة. المجلس قرر تشكيل لجان ثلاثة لدراسة أفكار الكابتن محمود الخطيب وتأسيس الشركات. سواء شركة الاستثمار العقاري التي تبقى مسؤولة عن إنشاء الاستاذ أو شركة الخدمات والسياحة. أو الشركة الحقيقة الخاصة بالكرة. وده طبعا الحلم الكبير لجماهير النادي الأهلي. النهاردة تم الاستماع إلى الدراسة المقدمة من اللجنة التي كانت مشكلة برئاسة المهندس خالد مرتجي بخبراته الكبيرة الحقيقة في هذا المجال. ومعها الأستاذ طارق أنديل ومحمد الضماطي. خبرات اقتصادية كبيرة والخبير الاقتصادي أحمد شمس. الحقيقة كانت هذه اللجنة مكلفة بتقديم دراسة وافية ومعدة أداد دقيق حول تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم. عفوا شركة مساهمة. بعد الاستماع الحقيقة إلى الدراسة التي أعدت بدقة. المجلس كان حريص برئاسة الكابتنين حمود الخطيب على توجيه الشكر لللجنة برئاسة المهندس خالد مرتجي. وقرر المجلس البدء. وأعتقد هذه خطوة مهمة. قرر المجلس البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لتأسيس وإنشاء شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة مصرية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن. المجلس كمان هيستمر إن شاء الله في الجلسات المقبلة. يعني هو قرر أن يكون في جلسة يوم الثلاثة المقبل زي النهاردة يوم 22 ديسمبر. للاستماع إلى الدراسة اللي هتكون مقدمة عن شركة الأهلي للخدمات. شركة مساهمة مصرية. ودي كان اللجنة بيرقاسها الأستاذ إبراهيم الكفراوي. وبتضم في عضويتها الدكتورة راني علواني والكابتن جوهر نبيل والدكتور مهند مجدي. قلنا لحضراتكم فيه كمان شركة الأهلي لاستثمار العقاري. اللي هتكون مسؤولة عن إنشاء الأستاذ وخلافه. هذه الشركة برئاسة أمين الصندوق. الأستاذ خالد الدرندلي ومعاه الدكتور أو المهندس محمد سيراج. والأستاذ محمد الجرحي بكل خبراتهم الإدارية والاقتصادية. الحياة دي كانت مجموعة القرارات التي اتخذت اليوم في مجلس إدارة النادي الأهلي. والجلسة الحياة لم تغلق يا جلسة مفتوحة تستكمل يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله 22 ديسمبر. كل التحية لحضراتكم ولمشاهدي قناة الأهلي في كل مكان على أرض مصر المحروسة. وخارجها الحقيقة في كل الأمة العربية من المحيط إلى الخالج. شكرا جزيلا طبعا لأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي. قرارات أكتر من رائعة. أخذت منها ثلاث قرارات. طبعا القرار الأولاني اللي يمكن كل الناس منتظرها. الف سي كلاب شركة النادي الأهلي لكورة القدم دي إن شاء الله هتكون نتيجة تمار ومجهودات كبيرة جدا جدا خلال السنوات اللي فاتت بيكملها مجلس إدارة الكابت المحمود الخطيب بشكل أكتر من رائع. الجزء الثاني ما زالت المسندة وما زال ملف كورة القدم يدار بنجاح كبير جدا من قبل كابت المحمود الخطيب ولجنة التخطيط. وطبعا طيارة خاصة رغم وجود طياران موجود لجنة الحفاظ على لعبتنا بشكل مباشر. وجود طيارة خاصة تنقل لعبتنا إن شاء الله لأول مباراة على المستوى الأفريقي بعد مباراة غازل المحلة. شيء طبعا يقدر بالشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي وده اللي متعودين عليه. الجزء الثالث والمهم كمان صفر أمير توفيق للإمارات للتجهيز لحفلة. أنا بقول حفلة كاس العالم للأندية ووجود النادي الأهلي للمرة الستع في مشواره وفي تاريخه. لازم إن شاء الله بإذن الله يكون كل الأمور على أعلى مستوى النادي الأهلي بيضاهل أندية العالم على المستوى العالمي. كل التوفيق الأمير توفيق اللي بيقوم كمان بمجهود أكتر من رائع يجب لنا حاجة محترمة. ويعني دايما لبس النادي الأهلي بيكون واجهة كمان للعبته. إن شاء الله كل التجهيزات تكون على الأعلى مستوى. أستاذ شريف إحنا طبعا يعني سعداء بهذه القرارات الرائعة. وبنأكد إن دي استمرارية لنجاح من نجاح لنجاح. وزي ما عودنا مجلس إدارة النادي الأهلي إن كل الملفات بتدار بشكل احترافي. وكمان على مستوى التوقيت إن كل ملف في التوقيت بيناقش واللي بتشتغل بتقدم تقاريرها. وساعدنا جدا وكمان مستنيين زي ما حضرتك قلت مستنيين شركة الأهلي لكورت القدم إن شاء الله ده كمان تكون نقلة كبيرة على المستوى الاقتصادي كمان للنادي الأهلي. النادي الأهلي من أكتر الأندية يمكن في أفريقيا اللي كان عنده استقرار مدي بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة رغم صعوبة المواسم أو الموسم اللي إحنا قدنا. أستاذ شريف بنشكرك شكرا جزيلا ومن نجاح لنجاح لمجلس إدارتنا مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بتشكر طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطير.